اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج فلسطين هذا الاسبوع قرار بتأجيل موعد عقد الانتخابات المحلية وروسيا تدخل على خط المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية لكن قبل الخوض في التفاصيل نبدأ الحلقة بأبرز العنوين روسيا تدخل على خط المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية تهديدات بتغذية الاسيرين البلبول قصرا نداء الارض فيلم يوثق معاناة الفلسطينيين من الاستطان فرح في مدرسة الخاني الأحمر رغم تهديدات بهدمها ارتفاع أسعار الأضاحي يفقل كاهل المواطنين أهلا بكم من جديد أصدرت اليوم محكمة العدل العليا قرارا بتأجيل عقد الانتخابات المحلية والتي كانت من المقرر أن توقع في الثامن من الشهر المقبل وذلك بحجة عدم شمولها لمدينة القدس وللحديث عن هذا الموضوع معنا فيها الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جهاد حرب أهلا بك أستاذ جهاد نبدأ بهذا القرار لمحكمة العدل العليا بتأجيل عقد الانتخابات كيف تقرأ هذا القرار؟ قرار لمحكمة العدل العليا أكد على فشل النظام السياسي بتأجيلها للانتخابات المحلية في الطريق إلى إلغائها وهذا القرار هو انقلاب على لجنة الانتخابات المركزية التي قامت بجهد كبير للتوفيق لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وأعتقد أن هذا أيضا هو إهدار للجهد الفلسطيني الذي بذل خلال الشهرين الماضيين إذا كان الأسس التي قام عليها هذا القرار هو عدم شمول مدينة القدس في هذه الانتخابات يعني أن كل الانتخابات التي جرت سابقا 2004-2005 وكذلك 2012 هي غير شرعية وهذا يعني إعدام للنظام السياسي الفلسطيني خاصة أن مدينة القدس غير خاضعة للولاية الفلسطينية وفقا لاتفاقية أسلو والسلطة الفلسطينية لا تعمل هناك فكيف يمكن إجراء انتخابات لهيئة محلية غير موجودة اليوم أو غير قادرة على إجراء انتخاباتها السلطة الفلسطينية أو الإشراف عليها في هذه المدينة التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي والتي تم تأجيل البت في قضاياها إلى المرحلة النهائية أي لمفوضات المرحلة النهائية وبالتالي هل يمكن أن يكون هناك أسباب أخرى وراء هذا القرار؟ السبب الآخر هو عدم شرعية محاكم الطعن وهي المحاكم البداية التي لجأت إليها القوائم الانتخابية قانون الانتخابات المحلية نعم في قطاع غزة عفا قانون الانتخابات المحلية يحدد المحاكم بمحكمة البداية الموجودة في المنطقة أي في كل دائرة انتخابية هناك دائرة انتخابية أي محافظة هناك محكمة بداية تفصل في الطعون على قرارات لجأة انتخابات وهي لا تتحدث عن شرعية أو عدم شرعية هذه المحكمة هل هذه المحكمة شرعية أو لا؟ إنما تتحدث عن أمر واقع وبالتالي المحاكم الموجودة في قطاع غزة هي محاكم أمر واقع لنظام قائم في تلك المنطقة ولم يتم الحديث مسبقا عن عدم شرعيتها أو عدم قدرتها للنظر في الطعون خاصة أن هناك توافقا لدى لجنة نخابات مع الأطراف الفلسطينية المختلفة في الرئاسة ورئاسة الحكومة وكذلك الفصائل الفلسطينية لو كان هناك اعتراضا على ذلك لكان وقفت الانتخابات في قطاع غزة أو لم يشمل قرار مجلس الوزراء الانتخابات قطاع غزة لعدم شرعية المحاكم أو عدم شرعية الأجهزة الأخرى إنما عند الحديث عن عدم شرعية المحاكم أو عدم الاعتراض بالمحاكم الموجودة في قطاع غزة يعني عدم الاعتراض بمجمل قطاع غزة بمعنى آخر على سبيل المثال عدم شرعية شهادات التوجيه التي تصدر لأبناء قطاع غزة لأن الطاقم الذي يعمل في قطاع غزة هو لحكومة حماس أو تابع للحكومة السابقة في قطاع غزة لكن وزارة التربية والتعليم اليوم تتعامل على أن القطاع أو المعلمين والإداريين الموجودين في قطاع غزة هم جزء من الوزارة على الأقل في القضايا الفنية وليس إداريا نعم صحيح كذلك الشهادات التي تصدر عن الجامعات التي هي أيضا تتبع إلى حركة حماس أو إلى نظام الحكم القائم هناك الأمر الواقع وكل التفاصيل الأخرى فيما يتعلق بالصحة وغيرها إما أنك تقوم بخدمة حركة حماس كحكومة ولا تعترف بالقضايا الأخرى وتنفذ تياسات حماس في قطاع غزة والحكومة تقوم بذلك خلال السنوات الماضية لذلك هناك ضبابية لدى الجهاز السياسي الفلسطيني الذي يرى اليوم وإن كان بقرارا قضائيا لكنه هو أيضا باعتقادي قرارا سياسيا يعني منذ اليوم الأول للإعلان عن عقد الانتخابات كان هناك تخوف من تأجيلها اليوم هذا التخوف بات واقعا بتأجيل الانتخابات هل تتوقع ردود فعل مجتمعية على هذا القرار؟ يعني أولا سيكون هناك مؤسسات المجتمع المدني خاصة الحقوقية ستصدر بيانات فيما يتعلق بهذا الأمر وأعتقد أن حركتي فتح وحماس ستكونان عرغم البيانات التي ستصدر مرتاحة لهذا القرار لأنها لا تريد الذهاب إلى الانتخابات لأن الانتخابات المحلية إذا ما جرت بنزاهة وحرية سيجبران الاثنين على الذهاب إلى الانتخابات التشريعية ورئاسية والتي لا يريدانها أن تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة أي بمعنى آخر الحزبين الأكبرين في الضفة الغربية وقطاع غزة لا يرغبان بدفع ثمن المصالحة إنما يريدان أو هم يستسهلان دفع ثمن الانقسام دوليا هل سيكون هناك أي ردود بخاصة من الاتحاد الأوروبي؟ يعني لن يتدخل بقرار المحكمة من الاتحاد الأوروبي لكن سيكون لديه تعقيب على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب فرصة والتهيئة لهذه الانتخابات باعتقادي بهذا الأمر لكن المعطيات ما زالت ليست بيدنا قرار حيثيات الحكم ليست بيدنا وبالتالي التعليق سيكون هذا التعليق هو تعليق أولي شكلي إلى أن ننظر في الحاثيات لقرار الحكم نعم سنتابع معك النقاش لكن في موضوع آخر من جديد يعود الحديث عن استئناف العملية السياسية والعودة للمفاوضات روسيا تدخل على الخط بعد فرنسا والمزيد من التفاصيل في هذا التقرير يعود ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ليطفو على السطح من جديد بعد عامين من التوقف لكن هذه المرة من بوابة موسكو التي ينشط دبلوماسيها وراء الغرف المغلقة على جمع الرئيس عباس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو في خضم التحولات لدراماتيكية الجارية في المنطقة نائب وزير الخيام ميخايل بوكدنوف المنطقة على ما يبدو أنها حققت تقدما لإعادة أحياء العملية السلمية خاصة بعد موافقتها الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية على المقترح الروسية لكنها اصطدمت من جديد في تعنى التي تستمر في سياساتها الاستيطانية وسياسة الأمر الواقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من العاصمة البولندية وارسو ألقى الكرة في ملعب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نيتنياهو مؤكدا أن الأخيرة طلب إرجاء اللقاء وأنه على استعداد للقاء نيتنياهو في أي مكان من أجل إقامة الدولة الفلسطينية إلى ذلك أعلن مسؤولون فلسطينيون أن الموقف الرسمي الفلسطيني يتلخص بتنفيذ إسرائيل كامل التزاماتها التي توقفت عندها المفاوضات في إبريل نيسان 2014 والمتعلقة بوقف الاستيطان وموافقة إسرائيل على جدول زمني ينهي الاحتلال على أساس قيام دولة مستقلة على حدود عام 1967 فضلا عن إطلاق الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى ويرى مراقبون أن التدخل الروسي جاء في وقت يغيب فيه الدور الأمريكي خاصة بعد فرض روسيا نفسها كلعب أساسي في المنطقة والعالم بعد تدخلها في سوريا فهل ينجح بوتين في إذابة الجليد وجمع الطرفين في وقت فشلت فيه جميع الجهود الدولية والتي كان آخرها المبادرة الفرنسية وهل يمكن أن نرى دورا روسيا ينهي استحواذ واشنطن على ملف المفاوضات نسا ذا جهاد أهلا بك من جديد روسيا تدخل على الخط الرئيس أعلن قبل أيام وفقته على لقاء نتانياو في موسكو في المقابل نتانياو طالب بتأجيل اللقاء هل مرة يعني كان عكس الموضوع نحن وافقنا على المفاوضات الفلسطينيين والإسرائيليون رفضوا أو طلبوا بالتأجيل كيف تقرأ ذلك؟ يعني أولا الفلسطينيين لا يستطيعون رفض مبادرة أو جهد دولي خاصة عندما يأتي من دولة صاعدة اليوم وهي الالتحاد الروسي الذي ينظر له باعتباره اليوم القطبة الثانية أو العودة إلى ثنائية القطبية على الأقل بالإضافة إلى الدور المحورد الذي يلعبه في المنطقة خاصة في الأزمة السورية وشاهدنا كيف كان له دور فعال في حل بعض المشاكل على المستوى الإقليمي مثلا في الملف النووي الإيراني والأمر الآخر أن الفلسطينيين يرغبون بإدماج المجتمع الدولي وبالتالي ينظرون إلى روسيا باعتبارها عاملا مساندا ومساعدا للفلسطينيين هذه الأسباب الرئيسية التي أدت إلى قبول الرئيس الفلسطيني بالإضافة إلى أن الرئيس يريد التحلل من الربعية العربية المنشأة حديثا التي تشكل من مصر والأردن والسعودية والإمارات تخوفا من أن تكون جسرا أي لقاء فلسطيني إسرائيلي في القاهرة أو في غيرها من العواصل العربية جسرا لإعادة إحياء التطبيع مع الحكومة الإسرائيلية التحرك الروسي في هذا التوقيت وأيضا الدغوطات العربية في هذا التوقيت هل من دلالات لذلك؟ يعني باعتقاد روسيا طبيعة الأمر جاء في فترة زمنية تشهد صعودا للروسيا لا أعتقد أن الأمر متزامن يعني جاء بالصدفة وليس بمقصودا لكن أرجع على سؤالك الأول وهو المتعلق بنتنياهو يطلب التأجيل نتنياهو لا يرغب بدخول أي دولة أو مؤسسة دولية لرعاية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وإن كان لقاءا باعتقادي سيكون شكليا في موسكو لكن على الأقل يريد يرفض ذلك ويتشبث بوجود الولايات المتحدة الأمريكية لتكون هي الراعية الوحيدة وهذا مفهوم لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ترعى المصالح الإسرائيلية سواء في المفاوضات الثنائية أو على المستوى الدولي بالإضافة إلى كشف الوجه الحقيقي لنتنياهو الذي يدعو ليلة نهار باللغة الإنجليزية إلى العالم بأنه يطالب الرئيس بالاجتماع واللقاءات لكن عند ساعة الحسم هو الذي يؤجل ويمتنع ويتهرب من أي لقاء مع الرئيس محمود عباس تحرك الروسي هذا يأتي برأيك بمعزل عن الإدارة الأمريكية أو مع التنصيق معها؟ يعني بكل تأكيد أن هناك تنصيقا لكن هذا التنصيق ليس على مستوى العالي أو يعني بتفاهم كبير إنما روسيا تنظر إلى مصالحها المستقبلية وتنظر لدورها على المستوى الدولي وتريد أن تقول للمجتمع الدولي أنها عادت إلى قضية الشرق الأوسط المركزية وهذا يعني أنها تريد عادة لعب دورها المحوري في المنطقة وعلى المستوى الدولي البعض يتساءل بأن هل لروسيا أي أوراق ضاقطة من أجل أن تفرضها على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للقبول بمفاوضات أو للقبول بأي حلول التسوية؟ أي أوراق ضاقطة؟ هي تمتلك ما يتعلق بالفيتو أو ما يتعلق بوجودها ونفوذها في المنطقة بمعنى آخر هي تمتلك العكس صحيح أنها لا تمتلك كثيرا من أدوات القوة للضغط على الطرفين لكن على الأقل لديها مصالح مشتركة مع إسرائيل ومع الفلسطينيين ودورها في سوريا يمنحها نقاط قوة على صعيد ترتيب الأوضاع في المنطقة سؤال الأخير في هذا الملف ماذا عن مستقبل المبادرة الفرنسية؟ يعني ما زالت المبادرة الفرنسية هي ورقة الرئيسية التي يطالبها الفلسطينيون لكن حتى الآن لا توجد جدية دولية في التعاطي مع هذه المسألة سواء من ناحية إسرائيل التي ترفضها من حيث المبدأ أو الولايات المتحدة الأمريكية التي لا ترغب حتى الآن التنازل عن دورها للاتحاد الأوروبي لذلك باعتقادة أن صعود روسيا الاتحادية سيلعب دور مهم في إدماج المجتمع الدولي في عملية السلام الفرنسيون صحيح أنهم جدون وربما يكون لهم انعكاس أو تغير في المواقف من ناحية إسرائيل لكن على الأقل حتى اليوم لم نشهد جدية واضحة في المبادرة الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي الذي تأمل حديث عنه قبل نهاية هذا العام نعم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جهاد حرب شكرا لك على هذه المشاركة علقت النيابة الإسرائيلية قرر الاعتقال الإداري بالحق الأسرى البلبول وكانت ما تسمى بلجنة أخلاقيات المهنة في مستشفى ويلفينتسون الإسرائيلي فكرت جديا بالتغذية القصرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام إلى التفاصيل ما تسمى بلجنة أخلاقيات المهنة في مستشفى ويلفينتسون الإسرائيلي تفكر جديا بالتغذية القصرية للأسير محمد البلبول هذا ما كشفته هيئة شؤون الأسرى والمحرارين خلال الاعتصام الأسبوعي في مدينة رامالة لمساندة المضربين عن الطعام داخل معتقلات الاحتلال تخوفات من إجراء ذلك في ضوء ما يردنا من خلال لجنة أخلاقيات المهنة في مستشفى ويلفينتسون التي تفكر جديا بالقيام بتغذية قصرية للأسير محمد البلبول بكل تأكيد التغذية القصرية هي انتهاك واضح لحقوق الأسير وحقوق المعتقل في الاحتجاج على ضروف وشروط اعتقاله ووفقا للهيئة فإن الأسير محمد البلبول المستمر في إضرابه عن الطعام لليوم الرابع والستين فقد البصر بشكل مؤقت وحالته مستمرة في التراجع والتعقيد في وقت أكدت فيه القوى الوطنية والإسلامية أنها ستطلق برنامجا نضاليا لتصعيد الحراك الشعبي في مناطق الاحتكاك مع الاحتلال لدعم وإسناد الأسرى المضربين عن الطعام هناك برنامج الكل الوطني مقصر ولكن هناك برنامج نضالي سيبدأ بالتصعيد خلال الأيام القليلة القادمة تشمل توسيع الحراك الشعبي وزيادة الفعل المقاوم أمام بوابات السجون وفي بوابات المدن الفلسطينية ومناطق الاحتكاك للتأكيد للاحتلال بأننا لن نترك أسرانا وحدهم يذكر أن هيئة شعون الأسرى والمحررين قدمت التماسا عاجلا للمحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم مطالبة بإطلاق سراحي الأسرى الثلاثة المضربين عن الطعام بسبب خطورة وضعهم الصحي وهم الأسير محمد البلبول وشقيقه محمود المضرب منذ 62 يوما إضافة للأسير مالك القاضي المضرب منذ 54 يوما ضد الاعتقال الإداري من مدينة رامالله نزر حبش تلفزيون وطن نداء الأرض فيلم وثائقي عرض في مقر الإغاثة الطبية في مدينة رامالله للمخرجة نغم نزار من قطاع غزة لخصت فيه معاناة الفلسطينيين من الاستطان بالإضافة لمسيرة حركة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية إلى التفاصيل نداء الأرض فيلم نعرض في مقر الإغاثة الطبية في مدينة رامالله للمخرجة نغم نزار من قطاع غزة لخصت معاناة أرضنا من الاستطان الذي بات ينهش فيها يوميا ومسيرة حركة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية البي دي أس هو الفيلم جيد لأنه يعرض ويتحدث عن حركة المقاطعة ونجاحاته وتميز بأنه يعرض معلومات بالعادة هي ليست معروضة للجمهور ربما هو شكل وسيلة مختلفة عن وسائل المستخدمة سابقا ليصال صوت حركة المقاطعة ومن الذي يحدث الآن على ساحة المقاطعة خصوصا الساحة الدولية منها المرحلة القادمة في حركة البي دي أس هي تصعيد التأثير الاقتصادي على النظام الإسرائيلي وتصعيد العزلة العسكرية كذلك هذا الفيلم رغم انتجه بأقل الإمكانيات إلا أنه استطاع أن يلخص أحد عشر عاما من مسيرة البي دي أس وحراكهم في كافة أنحاء العالم والحركات التي سندتهم والنتائج التي حققوها الفيلم أنا بعتبره بمثابة تعريف عن المقاطعة طبعا مقاطعة البضائع الإسرائيلية بشكل عام كان جيد لكن أنا حسيته مثل الروبرتاج الطويل أكثر لأنه كان فيه عناصر كتير مفترضة أن تتوظف بشكل أكبر من هيك أكثر من 170 مؤسسة واتحاد ومنظمة فلسطينية في فلسطين والشتات كانوا قد لبوا نداء المقاطعة الذي انطلق في عام 2005 وما زالت رقعة المساندة والدعم لها تتسع على أمل أن تتحول مقاطعة الاحتلال إلى ثقافة جماهيرية سار العدرة تلفزيون وطن أما الآن فنذكر بما طبق من عنوين فرح في مدرسة الخان الأحمر رغم التهديدات بهدمها ارتفاع أسعار الأضاحي يثقل كاهل المواطنين في ساحة مدرسة الخان الأحمر المهددة بالهدم من الاحتلال انبعثت أصوات الطلبة وهم يلعبون لتنذر بالفرح والحياة بعد فعاليات ترفيهية نفذها برنامج الشراكة من أجل التنمية وبالتعاون مع اتحاد لجان العمل الزراعي إلى التفاصيل فرح وحياة تعج بها ساحة مدرسة الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة رغم التهديدات بالهدمة التي تتعرض لها من قبل الاحتلال برنامج الشراكة من أجل التنمية وبالتعاون مع اتحاد لجان العمل الزراعي نفذ اليوم عددا من الفعاليات الترفيهية للطلبة إضافة إلى زراعة الأشجار كأسلوب للرد على قرار الاحتلال بهدم هذه المدرسة الفكرة من نشاط اليوم هو بيجي ضمن مجموعة فعاليات تضامنية مع المدرسة إثر أخذ قرار بهدم مدرسة الخل الأحمر من قبل الاحتلال فهي مجموعة من الفعاليات بادر فيها مركز بيسان بالتعاون مع مؤسسات أخرى زي اتحاد لجان العمل الزراعي زي مشروع الشراكي من أجل التنمية لنعبر عن تضامننا مع المدرسة مدرسة الخل الأحمر من الأول الأساسي للتاسع الأساسي تضم 162 طالب وطالب مختلطة طبعا الفعاليات اللي بتصير طبعا هي فعاليات رائعة جدا ومهمة جدا لثبوت هذه المدرسة وصمودها الطلبة يمر بعضهم بطرق جبلية وعرة والبعض الآخر يمر خلال عبارة للمياه للوصول إلى هذه المدرسة وهي الوحيدة في المنطقة وتقدم 23 تجمعا بدويا شرقي القدسة وقرار هدمها بالنسبة لهؤلاء الأطفال هو بمثابة حكم بإعدام أحلامهم في التعليم إذا هذا المدرسة أنا مش راح أقدر أصير طبيبة زي ما بدأنا أنا نتغلب يعني وحنا نجي من وراء الجبل أنا أقطع ثلاثة جبال حتى أصل لهون أصحى بدري أبدر من الناس تقريبا نص ساعة حتى أصل هون يعني ومس ساعة بالشوب وحتى نصل وأحيانا رسلا بتوجعنا وصداع شديد يصبح معنا وصدر قرار هدم المدرسة في آب الماضي تحت قائمة من الحجج والذرائع التي وضعها الاحتلال أحدها أن صوت جرس المدرسة يزعج مستوطني مستوطنة كفار أدميم المجاورة هذه المدرسة هي تعاني من عدة ظروف خاصية عدم موجود طرق إلها بالإضافة لتجمعات التي تهدفها هذه المدرسة من أماكن كثير بعيدة يعني في بعض الطلاب بنشوف 7 كيلو 8 كيلو صباحة 7 كيلو 8 كيلو بعد الظهر صوت جرس هذه المدرسة يزعج مستوطني مستوطنة كفار أدميم المجاورة هذا ليس مزاحا وإنما واقع يهدد تعليم أكثر من مئة طفل وطفلة فيما لو نفذ الاحتلال قراره بشأن هدم هذه المدرسة من تجمع بدوي الخان الأحمر شرقي القدس وفا عروري تلفزيون وطن ما أن يقترب عيد الأضحى المبارك حتى ترتفع أسعار الأضاحي الأمر الذي يثير حفيظة المواطنين إلى التفاصيل ما أن يقترب حلول عيد الأضحى المبارك حتى تشتعل أسعار الأضاحي الأمر الذي يثير حفيظة المواطنين هنا في مدينة الخليل منين نقدر نشتري في الأسعار هادي؟ في حدا بقدر يشتري أسعار هادي زي هيك والله يا عمي ما بنقدر والله نار مولعة وفوق الريح كمان لازم نزلوها شوية الزمان باقي 200-220 دينار هاي وقيت 300-350 دينار الأسعار قبل العيد هذا سعر وفي الوقت اللي ببقى فيه سعر لأن الغنم تتخزن خزين من وقت لوقت يعني من وقت ما فيش فيه عازة بتقبر خيصه والوقت اللي فيه عازة تبقى بغلق طبعا سعرها ولأنه سعر هدا بيجي عن طريق الأكل التاجر بوردك عن مزرعتك الأكل بيعرف الوقت المناسب بغلق عليك التجار أرجعوا سبب الغلاء إلى الأسعار من قبل الجهات الرسمية قائلين أنها ساوت بين سعر المستوردي والبلدي الأضحية بتطلحها أزاء 2500 شيكل و2700 و2300 المواطن ما بقدر يشتري حتى المستورد اللي جابوا لنا ياه برضو غالي مش رخيص بسعر البلدي المستورد طلعي ب34 والبلدي برضو ب34 يعني احنا شو استفدنا من المستورد اللي جابوا والله بالنسبة للمواطنين في وضعنا احنا انه الأسعار اللي حتى الآن تنعد انه غالي ورغم انه احنا مش يعني التاجر بشتري بعشرة ببيع بـ 11 ولكن الوضع عندنا الحكومة المفروض انها تبقى داعمة للمزارع للاعلاف عندهم الضرائب يعني غالي على الأسعار على مثلا على العلاف على الأش على هذا الضرائب هذا ممكن انها تنزل وتبقى داعمة للمزارع وبدورها قالت وزارة الاقتصاد أن الأسعار لم تحدد بعد وهذه بالأساس تخفيض الأسعار تحدد بشكل واضح وصريح لم تحدد أسعار الأضاحي إلى هذه اللحظة حتى يتم تطبيق القانون كما حصل في عيد الفطر السابق يعني هناك يعني تابعنا هذا الموضوع مع وزارة التي قامت باستيراد هذه الأغنام وغير ذلك لا يوجد هناك نفس استعار بل هناك أقل ولكن يعني الأسعار ليس منافسة بالدرجة الكبيرة التي يمكن أن تكون هناك فارق بين المستورد والبلدي يعني نتحدث عن نص دينار في الكيلو خمس دنانير ونص للمستورد والبلدي نتحدث عن ست دنانير يعني هذا ويحرص المواطنون على شراء الأضحية تمسكا منهم بالقيام الدينية على الرغم من الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار الأضاحي لتلفزيون وطن سابرين عويصة الخليل وقبل الختام هذا تكتير بأهم العنوين روسيا تدخل على خط المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية كرين البلبوسر نداء الأرض فيلم يوثق معاناة الفلسطينيين من الاستطان فرح في مدرسة الخاني الأحمر رغم التهديدات بهدمها ارتفاع أسعار الأضاحي يدخل كهل المواطنين إلى هنا ناصر المشاهدين إلى نهاية الحلقة دمتم برعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر